بسم الله الرحمن الرحيم دي خلاص المباراة الأخيرة في الموسم الحالي وتكلمنا كتير في الفترات الأخيرة وقلنا الموسم الحالي كان موسم طويل جدا وكان فيه مطشط كتير وكان فيه ضغط مباراة ولكن الأهلي نجح بنسبة 100% في الحصول على كافة البطولات وأهم المباراة خلال هذا الموسم ولكن حلقة النهاردة هيكون فيها تفاصيل مهمة جدا عن مباراة الأمس وأبرز الإيجابيات اللي خرج بها الناجي الأهلي من مباراة الأمس لأن في النهاية أنت فزت ببطولة البعض ممكن يحتفل بمباراة فيه ناس متعودة كده لما بتيجي تلعب مع الأهلي ما بتقدرش تحتفل ببطولة فبتحتفل على قدها بتحتفل بمباراة فيش مشكلة كل نادي بيحب يحتفل بالطريقة اللي هو شايفها وحر شايف الفوز على الأهلي ده أكبر إنجاز دوجة نظر بالنسبة له أو الأهلي فليه كبير ولكن الأهلي وإحنا تحديدا هنتعامل مع مباراة بيرامدز بالإيجابيات والسلبيات إزاي ممكن نستفيد بها عشان المرحلة الجاية وكلر كان ليه كلام مهم جدا في المؤتمر الصحف النهاردة هستعرض جزء منه لأنه بيتكلم على نهاية الموسم والفترة اللي جاية وضغط الأهلي بمباراة كاس مصر رغم إن مباراة الكاس كلها اتأجلت للموسم الجديد والرجل عايز يدي أجازة وعايز يدي راحة وفي نفس الوقت مقبل على بطولة ما يفعش يدي أجازة يعني أسبوعين أو ثلاث أسابيع راحة سلبية ويرجحوا مرة واحد عشان مطشن في الكاس فكانت المعادلة بالنسبة له صعبة جدا ممكن لو كان في تفكيره إن يدي أجازة للموسم عشان الموسم ينتقى حتى لو فيه مباراة كاس كان ممكن كليه تفكير إن الكاس خلاص مباراة أو بطولة ممكن البعض ما يهتمش بيها ولكن الرجل حريص يكسب كل البطولات لإنها هدف جمهور الأهل فتعامل مع المباراة الحالية لأنها مباراة استعداد لمباراة الكاس فبالتالي مباراة ما كانش بيلعب بالتشكيلة الأساسية خسر الأهل اللقاء ولكن الأهل لم يخسر البطولة لذلك حلقة النهاردة هنركز فيها على كل التفاصيل المتعلقة بمباراة الأمس وهنتكلم على المباراة اللي جاية وإزاي كولر بيستعد للفترة اللي جاية وكولر أول قرار لي بعد مباراة مباراة يروح للتيتش بالفريق بالكامل يعمل محاضرة يتكلم معاهم أخطأنا إيه هنفكر إزاي في اللي جاي والنهاردة أجازة وراحة سلبية عشان بكرة يكون فيه تدريب وحيد وأساسي ويسافر على طول برج العرب عشان يلعب مطش المصري يوم اللاردة عموما عشان كل الكواليس والتفاصيل النهاردة على مدار الحلقة هنتكلم فيها وكمان بالنسبة لموضوع حسين الشحات خلاص المطش انتهى القرارات صدرت العقوبات صدرت من الأهلي قبل ربطة الأندية وبالتالي الموضوع اتقفل ولكن النهاردة في بعض التوضيحات مهمة جدا برضو هتكلم عليها في ظل أن في بعض الناس بتحاول تشعل الأزمة بدون أي لازمة ودورنا هنا اللي احنا نوعي دورنا التوعية مش دورنا الرد احنا ما بنردش على ناس احنا مش شايفينها أساسا لكن دورنا هو التوعية ودورنا هو اللي احنا نركز على الحقيقة لأن في ناس دايما بتشتغل على طمس الحقائق من أجل أغراض شخصية لكن احنا هنا دورنا الإعلامي التوعية وبنتكلم بوقائع وبحقيق الدور خلص ومشكلة مطش مبارع خلصت والعقوبات صدرت من الأهلي قبل ربطة الأندية والعقوبات طبقة طبقا للليحة عموما حالة فيها كأوليس كتير ومش أحرق كل التفاصيل اللي معايا لكن بسرعة أدى به عنوين حلقة النهاردة في ترند الأهلي الأهلي وقع غرامة مالية كبيرة على حسين الشحات وكمان ربطة الأندية تقرر إيقاف الشحات مبارتين وتغريمه 20 ألف جنيه وأخيرا الفريق راحة من التدريبات اليوم دي أبرز العنوين ولكن آخر الأخبار والكواليس سنعرفها ولكن بعد الفصل طيب مطش الأهلي وبرامدز مبارح يمكن انتهى بخسارة الأهلي 3-0 ويا مباراة تحصل حاصل في النهاية الأهلي هو بطل الدولي والنتيجة لم تغير من الأمر شيء الأهلي هو البطل متصدر بفاري كبير عن بيرامدز الوصيف وحتى فوز بيرامدز بالنتيجة مبارح ما أثرتش حتى في الترتيب هو هو الوصيف في المركز الثاني وهيشارك مع الأهلي في دوري أبطال إفرقيا ولكن كولر خلال مباريات الأخيرة بعد لقاء الزمالك مطش الحرس مطش بيرامدز مطش المصري اللي جاي عمل روتيشن عمل تدوير في إطار أنه هو بيشوف يعني بعض العناصر اللي ممكن ممكن تكمل مع الموسم اللي جاي ولا لأ في إطار برضو أنه هو بيحاول يريح بعض العناصر الأساسية عشان مطش الداخلية ومطش المصري في دور الستاشر وفي دور التمانية في الكاس إن شاء الله في حال التأهل فالراجل بيحاول يشتغل على كل البطولات طبعا ضغط المطشات وتأجيل مباريات الكاس لبعد نهاية الدوري ده أربك حساباتها كلها لأن الراجل عايز يدي أجازة وراحة وانبارح تكلم على الجزئية دي ويبدو أن الاتحاد بما أنه بيرتب مباريات الكاس بالشكل ده وانت خدت قرار أساسا بتأجيل مباريتي نصف النهائي والنهائي نتيجة مشاركة الزمالك في البطولة العربية فبالتالي الأمر بالنسبة لي ما كانش هيفري يعني لو أجلت دور الستاشر ودور التمانية بدل ما كان هيتلعب تلات مباريات كانت ممكن تبقى خمسة يعني انت أجلت مصابقة بالكامل عشان فريق أيلعب في بطولة العربية وما حدش بيتكلم على الجزئية دي على فكرة يعني بطولة كاس مصر لم تستمر وتم تأجيلها بسبب مشاركة الزمالك في البطولة العربية لكن الناس بس بتتكلم لما القالي يوصل نهائي إفريقيا يقولك المتشطة القالي تأجلت وهو بيلعب نهائي إفريقيا يقولك بس المتشطة تأجلت طب ما نفس الأمر هو على فريق أيضا آخر بيلعب في بطولة العربية فالبطولة كلها تأجلت عشان فريق عنده بطولة عربية وهي بطولة ليست رسمية وليست مدرجة في الأجندة الدولية ولكن تأجلت بطولة الكاس عشان البطولة العربية احنا بس بنذكر الناس بالجوزوفرينية اللي عند البعض ديجي يقولك القالب تأجله ما تشك كتير تم بطولة الكاس اتأجلت كلها ومرحلها النهائية كلها عشان فريق راح يلعب في بطولة ودي اسمها البطولة العربية دي واحد حاجة تانية الموضوع انتهى موضوع حسين الشحات انتهى ومش عدخل في تفاصيله والدوري قصته كلها انتهت بس البعض بيحاول يلاقي حاجة يداري بها فشلوا في موسم بالكامل موسم سفري سفر على جميع المستويات فبيحاول يشوف اي حاجة تتعلق بالاهل فيعمل عليها بروباجندا اي حاجة يعمل عليها بروباجندا مبدئيا طالما القصة انتهت واغلقت لكن احنا عندنا نقاط عايزين نتكلم فيها عشان جمهور الاهل في المقام الاول والناس اللي بتسمعنا بر مصر لان النهاردة رسلتي اكتر للجماهير اللي بتتبعنا بر مصر لان دايما النادي الاهل معروف نادي المبادئ والقيم والثوابت والناس كلها عارفة كده بس في البعض بيحاول دايما دايما عنده اسرار انه طالما مش عارف يكسبك في الملعب فبيحاول قدر الامكان يعمل لك مشاكل خارج الملعب وشوفنا ده حتى في مباريات للآله خارجية كان دايما اعلام المنافس يعمل مشاكل للآله خارجية ومرة كتيرة بيحصل تحذيرات ولكن يبدو ان الامر متكرر موقف حسين الشحات اول قرار صدر كان من النادي الاهلي اول قرار صدر كان من النادي الاهلي وقبل حسين ما يروح البيت وقبل حسين ما يروح البيت كان قرار صدر دايما النادي الاهل لما بيبقى فيه قرار تربوي بيطلع قراره على طول وكلنا بلا استثناء عندنا قناع إن في خطأ حصل فبالتالي صدر القرار من جهاز الكرة بتغريم حسين الشحات على الموقف اللي حصل بالأمس رغم النبارح برضو حصل اعتذار قبل خروج الفريقين من استاد الدفاع الجوي في وجود المدير الرياضي لنادي بيرامدز وحصل اعتذار من حسين لللاعب الشيبي وبعد ذلك النادي الأهلي شايف لأ برضو في خطأ حصل كان لازم يكون فيه قرار فصدر قرار بتغريم حسين الشحات ومن غير ما أخش في تفاصيل طالما الأهلي ما أعلنش القيمة المالية ولكن أنا بأكد لكم أقصى غرامة مالية اتوقعت من النادي الأهلي على حسين الشحات أقصى غرامة مالية اتوقعت على حسين الشحات نفس الأمر النهاردة ربطة الأندية تبقى لتقرير المرائب شاف اللي حصل وراح تطبق الليحة ما هي برضو الناس اللي بتحاول تستطف المال عكرة تيجي تقولك أنا توقفت سبت شهور أيوة أنت يوم عملت موقف غير محترم تجاه الحكام في التسعينات في مباراة القمة كان لازم تتوقف ست شهور لأن الليحة وقتك بتقول إيقاف ست شهور بناء على موقفك الغير محترم اللي حصل في مباراة الأهل والزمالك فبالتالي أنت توقفت ست شهور فأنت لما تطلع تقول أنا توقفت ست شهور أنت ما فوتت الكسف أساسا لأنت توقف ست شهور على فعل خارج حصل في استاد القاهرة ولكن الليحة دلوقتي مش هي هي الليحة في التسعينات الليحة دلوقتي بتقول إيه نمسك الليحة ودي ليحة العقوبات المقررة من ربطة الأندية والأندية كلها بلا استثناء موافقة عليها واعتمدتها أوكي طيب ليحة العقوبات بتقول إيه توقع كافة العقوبات الواردة بليحة المسابقات وقائمة العقوبات المصدقة عليها من الربطة على الحالات المخلفة لقانون اللعبة وشروط المسابقة تبقى لما يلي ننزل للبند رقم اثنين سلوك غير رياضي على أحد عناصر اللعبة فيما عدا الحكام مدة الإيقاف مبارتين الغرامة عشرين ألف جنيه لو فيها تم المباريات هتتطبق العقوبة تم المباريات على فكرة لو فيها إيقاف سنة هتتطبق عقوبة إيقاف سنة محدش على راسه ريشة على فكرة يعني محدش على راسه ريشة فاتوقعت العقوبة من ربطة الأندية طيب الناس تقولك ما هو فيه لجنة انضباط برضو ارجع للليحة ليحة الانضباط بتقول ايه في المادة السبعة لان خلاص فيه قرار صدر من ربطة الأندية أو من ليحة المسابقات في ربطة الأندية طيب ليحة الانضباط بتقول ايه تطبق المادة السبعة تطبق هذه الليحة على أي مباراة أو مسابقة يتم تنظمها من قبل الاتحاد أو يشرف عليها أو تقع تحت نطاقه تطبق هذه الليحة على أي مخالفة للأهداف والمبادئ المنصوص عليها في النظام الأساسي للاتحاد ولوائحه وسلقيات عناصر اللعبة والتي لا تقع ضمن اختصاصات الهيئات أو اللجان الأخرى بالاتحاد وبما يحقق الأهداف التي وضعت لأجلها هذه الليحة وبالتالي طالما اللجان الأخرى خدت قرار يبقى لجنة الانضباط ما تقدرش تاخد قرار أو ما ينفعش تدي عقوبتين على فعل واحد ما ينفعش تدي عقوبتين على فعل واحد شكوى بيرامدز تبقى للبيانة اللي صادر من نادي بيرامدز لو عايز يشتكي وعنده وقائع جديدة يقدمها عايز يطعن على قرار لايحة المسابقات يروح لجنة التظلمات احنا عندنا قوانين ولوايح بتطبع على الكبير قبل الصغير ولكن على فكرة لما بتحب تمسكوا كتاب الدين بتمسكوه في التوقيت اللي بيناسبكو يعني حصل فعل مشين غير أخلاقي في إحدى المباريات لغاية دلوقتي القرار لم يصدر لغاية دلوقتي القرار لم يصدر والإعلام اللي بيحاول يتكلم على قضية حسين أو موضوع حسين وإحنا أول ناس أساسا انتقضنا الفعل والنادي الأهلي أول قرار صدر كامل النادي الأهلي يعني ما حدش خب نفسه ولا تكلم على إن ده رد فعل وغصبنا عنه لا بالعكس الكل بلا استثناء قدان حسين الشحات وقضامنا هو على الشاشة القرار الذي صدر من الكتنساد عبدالحفيز مدير الكرة بالأهلي بتوقيع غرامة مالية كبيرة ركزوا في في معنى الكلمات المكتوبة أنا أقول لكم أقصى غرامة مالية توقعت على حسين الشحات ده نادي المبادئ على فكرة ده نادي القيم ولو فيه قرار آخر النادي الأهلي شايفه ليه إرساء المبادئ داخل قطاع الكرة أكيد النادي الأهلي هيعلنه في حينها مش هيستنى حد يقوله مش هيستنى حد يقوله لكن في نفس الوقت بص بقى على الناس التانية فعل خارج طلعوا دفعوا مش هجموا ولا أدانوا ده دفعوا والعقوبة ما طلعتش ماتش السوبر حصل انسحاب انسحاب والغاية دلوقتي العقوبة ما طلعتش فبالتالي كل واحد يخليه في شغله محدش يبص لشغل غيره انت الموسم بالنسبة لك سفر ركز وحاول تحقق حاجة حاول تلحق أي حاجة انت الموسم كله ملاحق سائط مش ناجح فما تركز علي أنا عندي مشكلة عليكتها عقوبة وقعتها الملف تقفل خليك بقى في شغلك خليك في فرقتك خليك في إعلامك خليك في جمهورك ما لكش علاقة بلعبي النادي الأهلي ولا تحاول تصدر أزمة للأهلي برا مصر ولا تحاول تصدر أزمة للأهلي برا مصر نجي جزينا هتكلم عليها برضو في ظل اللي احنا عايزين نأكد لكل الناس ان الموضوع اتقفل والموضوع انتهى بالقرارات التي صدرت من الأهلي ومن ربطة الأندية طيب الجزينا عايز اتكلم فيها وللأسف البعض بيحاول يستغل اهتمام الإعلام المغربي بهذا الملف وانا عارف الحمد لله فيه متابعة كبيرة جدا من الأصدقاء والأشقاء في المغرب معانا هنا في قناة الأهلي ومن خلال برنامج التريند والكل بلا استثناء عارف مدى حب كل الأهلوية للأشقاء في المغرب والبعض اللي بيحاول يصدر أزمة للأهلي ان دي مشكلة مع لعب مغربي ما تلعبوش اللعبة دي لان الأهلي علاقته قوية جدا بالأشقاء في المغرب والحاجات اللي بتتضرب على السوشيال ميديا مش هتسمع ومش هيبقى لها أي لازمة وشغل اللي جاني اللي بيحصل على السوشيال ميديا ده مش حلوة على فكرة ومش كويس يا جماعة احنا بنلعب كورة خلوا المشاكل كلها في إطار الرياضة ما تصدروش المشاكل اللي أكبر من كده مشكلة حصل فيها قرار اتوقع فيها عقوبات اتقفلت ليه بقى أقول كده لأن الأهلي كان بيلعب في صفوفه وليد أزارو وكان بيلعب في صفوفه بدر بنون اللي اتنين لغاية دلوقتي بيتكلموا على علاقة القوية اللي بتربطهم بالأهلي ومبدأ مدى تطبيق اللوايح والنظم والعمل المؤسسي والمبادئ من خلال النادي الأهلي ده الدرجة للأهلي وبيلعب الوداد في نهاية دور الأبطال بدر بنون جزار الأهلي شوفوا وصلت لفين مدى احترام اللاعب للمؤسسة والمكال بيلعب فيه لعب مغربي زي بدر بنون زار النادي الأهلي ليلة مباراة نهاية دور الأبطال مع الوداد المغربي طب مش هتكلم على كده مش هكتفي بده بس أروح للحاجة تاني وليد الكارتي نجم فريد بيرامدز واللعب المغربي اللي كلنا بنعشق أداءه وطريقة لعبه هل حد سمع له مشكلة اطلاقا ليه لأن لعب محترف بيلعب بشكل محترف لا بيصدر أزمة ولا بيحاول يستفز ولا يعمل مشاكل أدي وليد الكارتي مين تاني السنة دي كان موجود في الدور العام مين كان موجود قبل كده بصوا معايا الأسماء اللي كانت موجودة من اللعبة المغربة في الدور المصري وعمر مصادرة مشكلة عمر مصادرة مشكلة عشان برضو لما تيجي تتاقش مشكلة لازم تشوف الفعل ورد الفعل حتى لو رد الفعل غلط وإحنا بنحزبه بس أكيد لازم الناس تشوف المسائل دي سببها إيه لأن على فكرة ممكن المشكلة دي تتقرر في مطشط تانية ولو السنة دي بصيته على مطشط الدوري مشكلة هذا اللاعب لم تكن مهحسين الشحات فقط محمد حسن لعب الإسماعيلي اضطرت في مباراة الإسماعيل وبرامدز مع نفس اللاعب بنفس المشكلة اللاعب نفسه حصل بينه بين أحد زملائه في مباراة نهاء الكاس في الآله وبرامدز مشكلة بينه بين زميله ووصلت للتعدي على فكرة والكابتن أمين عمر إدى أنزار في اللاعب دي فالمشكلة يا جماعة مش مشكلة تتعلق بالأهل أو بحسين هي المشكلة أعمق من كده عشان محدش يحاول يصدر إن هي مشكلة جنسية إحنا عايب عندنا مشكلة ملعاب مغربي استحالة يا جماعة ده أنا على المستوى الشخصي كل علاقاتنا وأصدقانا دايما في المغرب أكتر من تونس والجزائر مثلا النادي الأهل لما بيسافر في كاس العامل الأندية شوف العلاقات وصلة لفين رئيس الجامعة الملكية المغربية كان في زيارة خاصة لبعثة النادي الأهل والتقى بالكابتن محمود الخطيوب البعثة الرسمية النادي الأهل لما شارك في كاس العامل الأندية رغم إن البعض كان حاول إن يعمل استثناءات في اللايحة والرجاء الرياضي المغربي يشارك لكن الأشقاء في المغرب احترموا اللايحة وكانوا سعاداء جدا بمشاركة الأهل في البطولة فمحدش يلب على جزئية الجنسية لا المشكلة نفسها هي مشكلة ملعب حصلت بتصرف فردي فيها فعل ورد فعل رد الفعل أيا كان الفعل إيه لا إحنا نعاقب رد الفعل لأن ده موقفنا دايما أيا كان مين هو اللعيب أيا كان مين هو نجوميته في فرق تانية بتعمل أفعال خارجة في الملاعب ومحدش بيقرب منها ولا بتوقع لها عقوبات سواء داخل النادي أو حتى من الربطة أو من الاتحاد وديكوا فاكرين المشكلة اللي حصلت قبل كده لغاية دلوقتي العقوبات محطوطة في الدرج ما طلعتش العقوبات في الدرج ما طلعتش أنا لو ذكرت الأسماء بصوا اللعيبة اللي لعبت في الدور المصر وليد أزارو بدري بنون عمر نجدي عبد الكبير الوادي أشرف بن شرقي حميد أحداد محمد أونجب طب لا استنى أشرف بن شرقي ومحمد أونجب حد شف لهم مشكلة في مبرامة بين الأهل والزمانيك معهم تحديدا بالعكس ده كان دايما بيلتقوا بيقعدوا بيخرجوا مع بعض حتى علي معلول اللاعب التونسي كان دايما معهم كان دايما بيبقى معهم وكان دايما في كل خروجاتهم اللي علي معلول حصلت معاها مشكلة برضو من نفس هذا اللاعب في مباراة السوبر أنا أتمنى من الحكام وأتمنى من المرأبين لما تحصل أفعال خارجة من أي لاعب لازم يوقع عليه الجزاء لازم يوقع عليه الجزاء لأنه قررها مرة واثنين وثلاثة واربعة وفي كل مرة بيطلع هو المجن عليه رغم أنه هو السبب الرئيسي في أهزمات كتيرة في مباراة كتيرة أنا قلت لإسماعيل وبرامز طرد محمد حسن ماتش السوبر الأهلي وبرامز في الإمارات وإشارات خارجة لجماهير الأهلي في الإمارات ماتش مباراة وإشارات خارجة لجماهير النادي الأهلي في السادة الدفاع الجوي الوقاعة دي كلها على فكرة متصورة صوت وصورة متصورة صوت وصورة عموما زي ما قلت قبل كده الملف ده تقفل القرارات صدرت من الأهلي ومن ربطة الأندية ومش هدخل في فكرة بقى أصل العلاقات والجنسية والكلام ده في بعض الناس بتحاول تصدر ده الحكتين لحكتين أول حاجة بعض الأشخاص عندهم مصلحة في إبرام بعض الصفقات فعايز يصدر لك أزمة عشان ما تجيبش لعيبة من إحدى الدوريات العربية وتحديدا من الدوري المغربي ده نقطة والجمهور لازم يواخد باله من الكواليس والمشاكل اللي بيحاول البعض يصدرها عشان إفساد صفقات أنت بتحاول تتعاقد معها في الدوريات العربية وتحديدا في الدوري المغربي والناس لك عارفة قوي علاقة النادي الأهلي بالأشقاء في المغرب وعارفة كويس قوي مدى احترام إدارة الأهلي لكل اللاعبين اللي موجودين سواء في مصر أو خارج مصر الحاجة التانية زي ما قلت لحضراتكم ناس فشلت في كل شيء فبيتحاول تحدفك بأي يوتيوب عشان تعمل لك أي أزمة لكن كل ده مش هيسمى اشتغل على نفسك ونجح اشتغل على نفسك ونجح واللي بيطلع يتكلم على الاحترام والأخلاق يبص في تاريخه قبل ما يتكلم لأن لو بص في المراية والله العظيم مش هقول مش هيطلع على شاشة مش هينزل من بيته لأن اللي بيتكلموا على الأخلاق والمبادئ تكلمهم تاريخ للأسف سيء جدا في الملاعب المصرية خلال السنوات الأخيرة والفيديوهات موجودة والناس كلها عارفة إيه اللي حصل في الفترة الأخيرة آخر حاجة قبل ما اطلع لفاصل دي الخسارة الأولى للأهل في الدوري وأنا عارف أن جمهور الأهل زعلان من الخسارة ولكن طبعا مش غضان لأن الأهل السنوات الحامد دول الله محقق نتائج كويسة جدا ولكن الشيء الإيجابي أن المباراة دي هتبقى محل تحليل ودراسة مهمة جدا من مرسل كلار عشان الموسم اللي جاي عشان الموسم اللي جاي تعرف النواقص اللي عندك إيه تعرف مين اللي ممكن يكون جاهز نلعب معاك مباراة كبيرة ولا لأ مين اللي يقدر يلعب مباراة فيها ضغوط ولا لأ دي النقاط الإيجابية اللي ممكن نخرج بيها من مباراة الأمس لا حد هيعقر علينا فرحة الدوري ولا حد هيعقر علينا فرحة الموسم التاريخي اللي اتحقق السنة دي ولا حد هيعقر علينا الفوز على الفرق اللي بتنفسنا السنة دي في الدوري وفي الكاس وفي السوبر وفي أفريقي وبلاتية كبيرة 3 و4 و5 كولر قال كلام مهم جدا في المؤتمر وإحنا اختصرنا معظم تصرحاته في جزئيات مهمة جدا عشان الموسم الجديد اللي أنا شايفه موسم صعب جدا والفريق في أشد الحاجة للراحة النهاردة قبل بقرة لأن اللي جاي هيبقى صعب والأهل لازم يريح من النهاردة حتى لو كولر هيفكر زي في اللي جاي يريح ما تشاطي الكاس يلعبها بإيه أنا شايف الفريق المحتاجي يريح من النهاردة عشان الموسم اللي جاي صعب جدا والموسم اللي جاي مش بعيد ده في نص شهر تسع نطلع نشوف كولر قال إيه وفاصل وبعد الفاصل نرجع لآخر أخبار الترنت نحن نتقديم كمان بتسع نقطة عن المنافس المترجم للقناة 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 خلاص لازم امتحاد الكرة وكل المسؤولين عن الكرة في مصر وفي المنطقة يفهموا أن اللعبة دي محتاجين أجازات وإلا هنخسرهم لمدى طويل جدا لازم تفكروا في اللعبة دي إنها بني أدمين محتاجة راحة طيب النهاردة السوشيال ميديا فيها كلام مهم جدا عن مباراة الأمس والتفاصيل المتعلقة بأجواء مباراة الأمس وإيه اللي هيستعد لي الأهلي خلال الفترة اللي جاية كمان الترند المحلي منتخبنا الوطني الترند العالمي والصفقات الكبيرة اللي بتبرم حاليا في المملكة العربية السعودية نطلع نشوف آخر أخبار الترند طيب آخر أخبار الترند والبداية هتكون من ترند الأهلي وأول حاجة معاه في ترند الأهلي حساب يلا كورة عاجل مستندات الليحة لا تجيز معاقبة الشحات مرة تانية على نفس وقعة الشيبي بعد قرار الرط طيب وفقا للقواعد المعمول بيها مرائب المباراة سجل ما حدث من اعتداء في تقريره اعتمدت ربطة الأندية ولجنة مسابقات ربط الأندية على هذا التقرير وفي الآخر صدر قرار من لجنة المسابقات يبقى السؤال مصير شكوى بيرامدز لجنة الانضباط إيه؟ المبادئ القانونية المتعرف عليها في كل دول العالم ما يفيش لاعب أو ما فيش شخص بيتعاقب مرتين على نفس الفعل ما فيش شخص أو حتى ما فيش لاعب بيتعاقب على وقعة مرتين على نفس الفعل وبالتالي بعد قرار ربطة الأندية بيرامدز لو عايز يقدم شكوى يروح للجنة التزلمات لكن لجنة الانضباط بعد قرار ربطة الأندية تبقى للوايح ليس لها سلطة على اتخاذ أي قرار لأن لجنة الانضباط من حقها فقط إنها هي تنظر في الأمور التي لم تدخل فيه اختصاصات لجنة المسابقات وعموماً فيه قرار ربطة صدرت من لجنة الانضباط لغاية دلوقتي في الدرجة ما طلعتش فمستنين نشوف هتطلع أمتى؟ طيب نروح لحساب يلا كورة عاجل لم ترصدوا كاميرات البس فعل مشين من إداري بيرامدز لجماهير الأهلي أحد المتواجدين في الملعب رصد قيام إداري بيرامدز بتصرف مشين بإيديه تجاه جماهير الأهلي طبعاً إحنا ما يفعش نعرض ده على الشاشة ولكن الفيديو موجود على كل وسائل التواصل الاجتماعي في السوشيال ميديا لجنة الانضباط أكيد هتشوف الفيديو والمفروض لو فيه خطأ أكيد لازم يطلع قرار ولكن هل الإعلام اللي بيتكلم على موضوع حسين الشحات هيطلع يتكلم ويعرض ما صدر من أحد الأجهزة أو واحد من الجهاز الفني في نادي بيرامدز على أرضية الملعب هنشوف ده خلال الساعات اللي جاية ولكن يلا كورة رصدت ده رغم أن كاميرات البس الخاصة بالمباراة ما جابتش أي لطات من دي لكن الفيديو موجود على صفحة يلا كورة وأعتقد لو فيه قرار يصدر ده فيها مش أقل من إيقاف ثمن مباريات تبقى لليحة لجنة الانضباط طيب تعرف على المباريات التي يغيب عنها حسين الشحات مع الأهل كورة بلس بيتكلم على المباريات طبعا حسين دلوقتي يخد قرار بإيقافه مباراتين وبالتالي المباراتين دول هيكونوا في الدوري الممتاز المباراتين المقبلتين ماتش المصري وغالبا بالنسبة كبيرة كمان أول مباراة في الموسم الجديد إن شاء الله طيب ده بالنسبة لكورة طلس طيب بالنسبة لجارية الشروق بيقولوا الأهل يبدأ التجهيز للدفاع عن حسين الشحات يعني مصدر لجارية الشروق يقول إن إدارة النادي الأهل بتبحث الدفاع عن حسين الشحات أمام محاولات إيقافه لفترة طويلة على إثر الوقع التي شهدتها مباراة الأهل وبيرامدز في الدوري بيقولوا إن إدارة الأهل بتسعى للدفاع عن الشحات أمام لجنة الانضباط ولكن خلاص مفيش حاجة أمام لجنة الانضباط مفيش أصلا شكوى أمام لجنة الانضباط الفترة اللي جاية دلوقتي بيرامدز من حق إن يشتكي لجنة التظلمات على القرار اللي صدر بإيقاف حسين مباراتين ولكن في سؤال برضو مهم جدا تبقى للوايح أنا مش قدام اللايحة فمش أعادر أقول المعلومة بنسبة 100% فيها دقة أو صحيحة يعني المباراتين من حق النادي المتضرر يطعن عليها ولا ما يدرش لأن إحنا عارفين حتى في لوائح الكاف والفيفا بيديك الحد الأقصى لو أنت خدت أربع مباريات أو ست مبارات لك حق إنك تطعن لو خدت غرامة 10.000 دولار لك حق إنك ما تطعنش فالمباراتين أنا ما عرفش اللايحة بتقول إيه لو في إقاف مباراتين للاعب هل لجنة التظلمات من حقها تنظر في هذا القرار وتغيره ولا لأ لأن ممكن تكون مباراتين مالكش حق الطعن على هذا القرار فعموما هنشوف ده الساعات اللي جاية ولما نبص في اللايحة نتأكد من هذه المعلومة طيب الوطن سبورت قلقوا الضوء على تقرير مرائب المباراة وبيقولوا إن في مفجأة في تقرير مرائب مباراة الأهلي وبيرمز بشأن الواقع طيب مصدر في تصريح للوطن قال إيه؟ تقرير المرائب ذكر إن حسين ارتكب سلوك غير رياضي عقب نهاية اللقاء وإطلاق الحكم محمود ناجي صافرة النهاية التقرير لم يذكر إن حسين صفع اللاعب على وجهه ولكن ذكر إن اللاعب قام بتصرف غير رياضي في مشدته مع اللاعب المغربي طب على فكرة بس اللي كتب الخبر في الوطن سبورت يعني لو عنده التفاصيل ياريت يطلع لنا بس نسخة من التقرير يعني لو عنده التفاصيل ياريت يطلع لنا نسخة من التقرير عشان بس معلومة لللي كتب الخبر مفيش مرائب مفيش مرائب يقدر يكتب سلوك غير رياضي من غير ما يشرق إه هو السلوك مفيش مرائب يقدر يقول سلوك غير رياضي من غير ما يشرق إه هو السلوك روح كده حضرتك احضر الدورات اللي بيحضرها المرأبين سواء في الاتحاد المصري سواء في الاتحاد الافريقي ويشوف ايه الرؤولز اللي بيتقال للمرأبين عشان التقارير وبيتقال لهم التقارير بتكتب ازاي وبيتقال لهم اشرح الوقعة اشرح الوقعة ووصف الوقعة بيبقى للجنة وصف الوقعة بيبقى للجنة يعني المرأب بيكتب الوقعة كلها ووصفها بتبقى للجنة اللي هتاخد القرار يعني اللي قال لحضرتك ان المرائب كتب ان حصل سلوك غير رياضي لكن ما كتبش ان حصل صفة على الوجه مع كامل احترام ليك المرائب ما بيكتبش كده أصلا المرائب بيكتب الواقع كلها واللجنة صاحبة الاختصاص في إصدار القرار هي اللي بتوصف الواقع تقول عليها سلوك غير رياضي تقول عليها سلوك مشين تقول عليها تصرف كذا تبقى لللايحة اللي عندها فبس اللي قال لك الخبر او اللي افتكس الخبر لازم بس يعني ايه يعرف الدور اللي بيقوم المرائب لان الخبر من ايه تزد اصلا مكتوب غلط طيب حساب الوطن سبورت ايضا تهديد بعقوبات مغلزة من ادارة الاهل لللاعبين في تجديد من ادارة النادي الاهل لللاعبين خلال الفترة الاخيرة على ضرورة ضبط النفس وهنا انا هتكلم في جزئية مهمة جدا واتمنى ان الكلام ده يوصل للاعبة الاهل من يسعى لافتعال المشاكل مع لعب الاهل وجهاز الفن للاهل هدفه ليس اللاعبين والجهاز الفني هدفه النادي الاهل تاني من يفتعل المشاكل مع لعب الاهل والجهاز الفني للاهل هدفه النادي الاهل وليس الجهاز واللعبين وشوفنا مطش الاسماعيلي في برج العرب وشوفنا مطش بيرامدز مبارح وأي مباراة هتبقى للأهل في الدوري أو في أفريقيا في ناس هدفها وبتشتغل وبتطلع ثلاث ساعات بالليل عشان كده تصدر أزمة لإدارة الأهل تعمل مشكلة للنادي الأهل سواء في مصر أو خارج مصر تعمل لك مشكلة مع فريل محلة تعمل لك مشكلة مع الإسماعيلي تعمل لك مشكلة مع بيرامدز تعمل لك مشكلة مع الجماهير المغربية تعمل لك مشكلة مع الجماهير التونسية فرجاء يكون في ضبط النفس وفي النهاية انت بتكسب وانت مسيطر وانت بتنجح وغيرك بيفشل ومش عارف يقرب منك فبيحاول يصدر لك أزمة سواء في مصر أو خارج مصر فده أكيد النادي القلب يشتغل عليه وشوفنا النهاردة هذا القرار هذا القرار مهم جدا فترة اللي جاية منعم شناوي ياسر قهربة حسين يمكن كهربة على فكر لو تاخد بالكو فماتش الحرس تعرض لنفس الأمر بس كان عن ضبط النفس لان كهربة عارف ان فيه ناس قدر امكان بتحول تصدر له أزمة كهربة فاهم وعارف ده كويس فالفترة اللي جاية ضروري الضبط النفس انت كاسبان كل حاجة والدوري خلص خد أجازتك ريح استعد للفترة اللي جاية لان الفترة اللي جاية ما اعتقدش ان حد هيقدر يحصل الاهل ان الاهل هيلعب في سكة تانية خالص دوري الافريق الممتاز كاس العالم للأندية هيبقى منشغل ببطلات دولية وقرية كبيرة جدا طيب حساب كورا إليفن الهزيمة من بيرامدز تلقي بظلالها على الاهلي توبيغ زائد تهديد بالاستبعاد ثلاث رسائل غير متوقعة من كولر للاعب المارد الأحمر عقب السقوط المدوي بسلاسية اللي يقرى الخبر على كورا إليفن يقول أقرى كلامك أصدقه أسمع كولر أستعجب كولر قال كلام عكس ده على فكرة يعني كولر ما قالش الكلام ده في المؤتمر الصحفي كولر اتكلم على إن اللعبة غزمن عنها وإن الفريه محتاج أجازة وإن الفريه في فترة راحة وإن هو بيجرب بعض العناصر عشان يبدأ يقيم الفترة اللي جاية عموماً أنتوا عارفين دايماً في الخسارة بتلاقي ناس دايماً بتدعي الحيادية ولكن بتبقى فرصة عظيمة لها عشان تنقض على النصر نصر الأهلي ولكن الحمد لله الأهلي السنة دي بيقدر رد على كل بالبطولات حساب اليوم السابع الأهلي يرفض شروط فيتشر لبيع بوبو والصفقة تقترب من الفشل طيب ده كلام منشور في اليوم السابع عموماً هننتظر ونشوف الفترة اللي جاية الأهلي بيفكر إزاي في مسألة التدعيمات آخر حاجة معايا في ترند الأهلي كورة بلص بيتكلم على تصنيف الأندية الإفريقية الأهلي في الصدارة الاتحاد الأفريقي يعلن عن تصنيف الأندية في القرى بعد نهاية موسم 2022-2023 هو بس الاتحاد الأفريقي ما أعلنش حاجة على فكرة يعني بس للزملاء في كورة بلص الاتحاد الأفريقي لم يعلن عن التصنيف لا في الموقع الرسمي ولا في أي حاجة حتى على السوشيال ميديا التصنيف ده تصنيف ترقومي آخر خمس سنين أي حد يقدر يحسبه بحسبه بسيطة وإحنا مبارح على فكرة قلنا الأرقام دي مبارح إحنا قلنا الأرقام دي الأهلي في الصدارة 83 نقطة الوديد 74 الترق 56 سانداونز 51 الرجاء 51 الزمالك سادس 39 نقطة نهضة بركان 37 نقطة شباب بلوزداد 36 نقطة سيمبا 35 وبراميز 35 براميز اللي لسه متكون من حوالي سنة سنتين ثلاثة 35 نقطة لو في دور الأبطال وصل دور الثمانية عايخط الزمالك لو خرج بين الكونفيدرالية دي نقاط مهمة جدا عشان الناس لما تفهم التصنيف الترقومي بيتعامل إزاي اهو التصنيف الترقومي بيتعامل في الألفية الجديدة عشان لما تخلص هذه الألفية الناس تفتكر بس محدش يقولك إيه مؤامرة ونقلبها تزيني عقلك طيب ترند المحلي والترند المحلي النهاردة ركز أيضا على توابع مباراة الأهل وبراميز رئيس لجنة الانضباط لفي الجول قال قرار إدارة المسابقات بربطة الأندية بمعاقبة الشحات أبطل نظر لجنة الانضباط في القضية لأنه لا يجوز معاقبة مدان في وقع مرتين على فعل واحد قرار إدارة المسابقات بمعاقبة الشحات خلاص خلى لجنة الانضباط ليست زو اختصاص أنا بأس يهمني وأنا عارف أن المستشار عزة خميس مستشار وراجل يعني ليه بيع كبير جدا في القانون فكرة أبطل نظر لجنة الانضباط هي الوصف القانوني أنا معارش طبعا هي التصريحات نقلت بالنص ولا لأ لأن أنا وثق المستشار عزة خميس هيقول عدم اختصاص لأنه راجل قانون وعارف كويس جدا التفاصيل دي أكتر مني وأكتر من أي حد ولكن نقل التصريحات بصيغة أبطل نظر لجنة الانضباط يعني فيها صيغة كده مش مفهومة هو التصريح لما يتكتب يتكتب إزاي أن قرار إدارة المسابقات بربطة الأندية بمعاقبة الشحات سحب اختصاص لجنة الانضباط في اتخاذ هذا القرار لأنه ليس من اختصاص لجنة الانضباط لما المسابقات تاخد قرار وعلى فكرة ده في أي وقعة في أي وقعة في المسلم الحالي فأنا عارف في بعض الناس بتحول تلعب بالألفاظ عشان تصدر أن العقوبة طلعت عشان الانضباط ما تاخدش قرار وده النهاردة على فكرة فيه ناس عتشتغل عليه من بدل هنا بقول لكم الناس دي بتفكر إزاي لأن النهاردة فيه ناس مصررة أن هي تشعل الأزمة رغم أن الموضوع انتهى والله العظيم الموضوع انتهى والله الموضوع يتقفل الدوري خلص والأهل بطل والأهل عاقب حسين على هذا التصرف من التصرف غير مقبول وما حدش فينا يقابله وفي نفس الوقت كمان ربطة الانضباطية خدت قرار بإيقاف اللاعب مباراتين يلا كرة أيضا في تصرحات لرئيس لجنة الانضباط ما فعله حسين الشحات من اعتداء واضح على محمد الشيبي يعد مخالفة انضباطية عقوبة المخالفة الانضباطية تكون وفق تقدير اللجنة ممكن تبقى ماتش أو اتنين أو خمسين طيب الربطة خدت قرارها تبقى للليحة واتمنى المسلم اللي جاي ليحة الانضباط يكون فيها عقوبات محددة عشان بسمعش فكرة ماتش وماتشين وخمسين مفيش كده في الدنيا بصراحة لازم تكون فيها عقوبات محددة حتى الغرامات بتبقى لها حد أدن أو حد أقصر طيب في الجول ربطة الانضباطية تعلن عقوبات مباراة المصر وسيراميكا كليوباترا تغريم النادي المصري 120 ألف جنيه قيمة التلافيات اللي حصلت في مدرجات استاد برج العرب وتوريد المبلغ ده لصالحة الاستاد تغريم النادي المصري مبلغ 100 ألف جنيه تسدد لربطة الاندية وذلك لمبادرة من الجماهير عقب لقاء فريقهم أمام سيراميكا في نهاية كأس الربط حدش بيكلم عن العقوبات دي لكن أي أمر متعلق بالآله استهدف الآله بسرعة بسرعة على طول وعلى فكرة ماتش السوبر أو بطولة السوبر المفروض خلال شهر شهر ونص لغاية اللحظة دي محدش عارف القرار اللي صادر على الفريق المنسحب من السوبر ممكن نخليها كل يوم سؤال متى يصدر قرار ضد الفريق اللي زي نسحب من كاس السوبر سهل نشتغل ده على فكرة وسهل نعمل ده بس احنا مشغولين بملفات أهم مشغولين ببطولات أهم مشغولين بفرقتنا لكن الفاضي واللي ما عندوش حاجة شغل نفسه دايما بالمتميز طيب النهاردة فيه تقارير سعودية صادرت بخصوص روي فيتوريا وهل ممكن يترك تدريب منتخب مصر ويرحل إلى الدور السعودي التقارير السعودية التي صدرت النهاردة بتقول أن أهل جدة يتوصل إلى اتفاق مع مدرب مصر وتحديدا صحيفة عقاز السعودية قالت كده طيب نشوف اللي بعدها كمان أهي عقاز معانا الرياضية بتقول حصل الأهلويين لو ندي أهل جدة على موافقة المدرب روي فيتوريا لقيادة الفريق شريط التكفل الأهلي بتصفية كافة المستحقات المالية المترتبة على يلغاء عقده مع منتخب مصر فيما لازال اسم المدرب جوليان استيفان مطروحا على الطول طيب منذ قليل محمد غرابة مدير منتخبنا الوطني صرح وقال أن البرتغالي روي فيتوريا مستمر في قيادة الفرعن ولا صحة مطلقا لما يتردد عن توصل الاتفاق مع أحد الأندية السعودية والتحديدا نادي أهل جد هذه التقارير صدرت من إحدى الصحف هناك ولكنها تقارير غير صحيحة فيتوريا بنفسه نفى لغرابة وجود أي مفاوضات مع أي نادي سعودي هلال الاتصال الذي يجمعه اليوم مع المدير الفني للمنتخب هو أولا فيها شقين أنا كنت أتمنى أن المنتخب ما ينشغلش بهذه التقارير خاصة يعني التقارير يعني اللي بتصدر من الصحف بيبقى الهدف منها بل لونة اختبار فرقعة وكيل بيرشح لكن إدارة المنتخب شافت أنها تنفي مبكرا عشان تفل الملف ومعلوماتي أن ريف فيتوريا على فكرة مستقر جدا مع المنتخب وبيشتغل على المستوى الإعلامي وعلى المستوى الفني بشكل متوازي خلال الفترة اللي جاي لأنه عنده هدف مع منتخبنا الوطن والمفروض عنده أهداف كتير خلال الفترة اللي جاي طيب نروح ليه التريند العالمي حساب بطولات والبداية بمحمود حسن تريزيجي تريزيجي يكشف طموحاته مع ترابزن سبورت قبل بداية الموسم طيب تريزيجي بيقول سعيد جدا لو وجودي مع ترابزن سبور أتمنى أن يكون الموسم المقبل أفضل من السابق وده تأكيدا لأن تريزيجي مكمل في الدورة التركية خلال الفترة اللي جاية وهيركز عشان يتقلق خلال هذا الموسم آخر حاجة في التريند العالمي حساب في الجول بيب جوارديولا في تصريحات للصحفيين بيقول كيفين دي بروين يشعر بتحسن كبير لا أعرف مدى قدرته على المشاركة في المباراة الودية المقبلة ضد باير نيميونيخ وأتليتكو مادري دي تصريحات لبيب جوارديولا مدرب إلمان السيتي طيب دي كانت أبرز حاجات النهاردة معايا في التريند العالمي وفي حلقة اليوم من برنامج التريند في الختام بشكر حضراتكم على حسن المتابعة والمشاهدة وبإذن الله ألتقي غدا في حلقة جديدة من برنامج التريند شكرا وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر